السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلبة صف الأول سنوي إن شاء الله النهاردة هنبتدي مراجعة قبر هنحل من قراصة المعاصر لاختبار التراقمي على الدرس الأول وعالدرس الثاني السؤال الأول بيقول جزر التربيعي لسالب 2 في جزر التربيعي لسالب 8 أولا يا أستاذ الجزر التربيعي لو جوه سالب هيبقى عدد تخيلي يبقى ده جزر 2 عشان أشيل السالب من جوه بحط تا ليه؟ لأن جزر سالب 2 دي في الأصل يا أستاذ كانت عبارة عن جزر سالب 1 في 2 والسالب 1 ده اللي هو تا قس 2 في 2 تا قس 2 هتطلع بتا جزر 2 يبقى لما نلاقي جوه جزر سالب بنحط جنب الجزر تا ونشيل السالب الجزر السالب 8 هيكون بكم؟ بجزر 8 تا أو تا جزر 8 كده احنا نقدر نضرب الجزور في بعض جزر 16 وتا في تا بتا بتا تربيع جزر 16 أربعة تا تربيع بسالب 1 يبقى الناتج سالب 4 اللي هو الاختيار بقى أبسط صورة للعدد التخيلي تا قس 42 طبعا احنا عارفين ان تا قس 4 دي بتساوي 1 ليه بتساوي 1؟ لأنها كانت عبارة عن تا تربيع في تا تربيع يبقى سالب 1 في سالب 1 بيساوي 1 لو التا لها أي قس يكون من جدوى الاربعة يعني 4 في نون 4 في 1 4 في 2 4 في 3 4 في 5 4 في أي حاجة ده على طول بواحد يبقى أبسط صورة للعدد تا قس 42 هنشيل منها أقرب عدد من جدوى الاربعة اللي هو تا قس 40 تا قس 40 في تا قس 2 في حالة الضربة بجمع الأسس يدني تا قس 42 تا قس 40 دي بتساوي 1 يبقى 1 في سالب 1 بتساوي سالب 1 اللي هو الاختيار ألف مجموعة حل المعادلة سين تربيع زائد 9 بتساوي 0 في كاف هي قلنا له يا أستاذ انت عايز في كاف يعني عايز في الأعداد المركبة هنعد التسعة بإشارة مخالفة هيكون سالب تسعة هشيل قس 2 أجيب الجزر لما بجيب جزر تربيعي لازم أحط مجب أو سالب جزر السالب تسعة يبقى مجب أو سالب اتفقنا من شوية إن لو جزر تربيعي جوا سالب بنحط مكانه تا يبقى جزر تسعة تا يبقى الناتج مجب أو سالب جزر التسعة تلاتة تا اللي هو مجب تلاتة تا وسالب تلاتة تا اللي اختيار جيم إذا كان منحنة دلة التربعية دال يقطع محور السينات في النقطة طيل لو رسمنا مثلا الدلة التربعية أنا مش عارف شكلها إيه بس انت قلت النقطع مرة عند التلاتة ومرة عند السالب واحد فممكن يكون شكلها كده وممكن يكون شكلها بالعكس كده في الحالتين لاتنين هو عاوز مجموعة الحل المكان اللي لمسه فيه محور السين لما رسمنا النقط لمسه محور السين في سالب واحد وتلاتة يبقى هي دي مجموعة الحل سالب واحد وتلاتة واحد زائد تا زائد تا تربيع زائد تا تقعيب زائد تا قصة اربعة زائد لحد ما وصلنا لتا قصة ستة عشر قلنا له يا أستاذ دي بواحد دي تا زي ما هي تا قصة اتنين بسالب واحد تا قصة تلاتة بسالب تا وهنكمل بعد كده يبقى كل ما بنوصل لعدد فردي بيطلعوا الصفر يعني لحد ما نيجل تا قصة خمستاشر كل اللي قبله ده بصفر يبقى تا قصة ستاشر تا قصة ستاشر هتساوي واحد الناس اللي ما فيهم اتنينش تاني احنا عارفين ان تا قصة اتنين بسالب واحد وتا قصة تلاتة بسالب تا هيبدأ الكلام ده يقرر تاني تا قصة اربعة بواحد تا قصة خمسة بتا تا قصة ستة بسالب واحد تا قصة سبعة بسالب تا طبعا كلهم مجا جمعهم زي دول هيبقوا بصفر هرجع جمع تاني هبصة لاقي آخر حاجة هتتشال تاق قص 15 كل اللي قبله هيتشال هيبقى تاق قص 16 اللي هي بواحد السؤال السادس الشكل المقابل يمثل صد بتساوي ألف سين تربيع زائد بق سين زائد جيم فأين مما يأتي صحيح الألف أقل من الصفر والجيم أقل من الصفر ولا الألف أكتر من الصفر والجيم أقل من الصفر ولا ألف أقل من الصفر وجيم أكتر من الصفر ولا ألف أكتر من الصفر وجيم أكتر من الصفر هو يعني ايه الكلام ده أصلا يا أستاذ ألف ده اللي بيحدد شكل المنحنة لو كان المنحنة مفتوح لفوق يبقى ألف أكتر من الصفر لو كان المنحنة مفتوح لأسفل يبقى ألف أقل من الصفر طبعا هنا ألف أكتر من الصفر تمام لو إحنا جينا بدلنا السين وحطينا صفر تعال بدل السين ونحط صفر 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 بقت الصاد بتساوي جيم يعني جيم دي طول الجزء المقطوع من محور صاد طول الجزء المقطوع من محور صاد طيب هنا محور الصادات موجب ولا سالب موجب يعني ألف أكتر من الصفر ودي ما أكتر من الصفر اللي هو الاختيار دال معنى موجب يعني أكتر من الصفر السؤال الثاني أول نقطة فيه أوجد فيه كاف مجموعة حل المعادلة عايز في الأعداد المركبة ماشي عشان أحلها بحلها بالقانون العام كنا بنطلع ألف ألف بواحد باق بسالب اتنين جيم بالعدد اللي الواحده اللي هو اربعة هنا ألف باق جيم القانون بيقول سالب به موجب أو سالب جزر باق تربيع نقص أربعة في ألف في جيم على اتنين ألف ده ايه؟ ده القانون العام اللي بجيب منه مجموعة حل أي معادلة سين بتساوي سالب باق غير إشارة الباق موجب أو سالب جزر الباق ربعها باربعة نقص أربعة في واحد في أربعة على اتنين من ألف اتنين في واحد طلعت بتساوي اتنين موجب أو سالب جزر أربع ناقص ستاشر سالب اتناشر على الاتنين يعني اتنين موجب أو سالب اتفقنا سالب يعني تاق الاثناشر جزر الاثناشر اتنين جزر ثلاثة والتاق دي اللي هي السالب اللي كانت جوه على الاتنين هناخد اتنين مشترك اتبقى واحد موجب أو سالب جزر ثلاثة تاق خدنا اتنين مشترك الاتنين تكنسلت مع الاتنين أصبحت مجموعة الحل هي واحد زائد جزر ثلاثة تاء وواحد ناقص جزر ثلاثة تاء السؤال الثاني النقطة التانية أوجد قيمتي سين وصاد جينا يا أستاذ لقينا الطرف الأيصر عايزة تصفة فخدنا نصفي قلنا له بما إن اتنين زائد تاء في اتنين ناقص تاء دوات قصب الموجب وقصب السالب يعني فرق بين مربعين كان أصلها أربعة ناقص تاء والستنين قصب الموجب مضروف قصب السالب ناخد السالب ونربع أطرافه أربعة ناقص السالب واحد يعني طلعت بتساوي خمسة لأن السالب في سالب بموجب بقت المسألة اتنين زائد تاء في اتنين ناقص تاء على تلاتة زائد اتنين تاء عبارة عن خمسة على تلاتة زائد اتنين تاء ما ينفعش نسيب تلاتة زائد اتنين تاء في المقام بضرب في المرافق المرافق ده بنغير إشارة التاء فقط هصفي هضرب اللي فوق في بعض خمسة في تلاتة ناقص اتنين تاء طب وتحت قصب الموجب في قصب السالب خط السالب وربعت أطرافه لما نجي نجمع يا أستاذ بقى خمسة في تلاتة ناقص اتنين تاء على تسعة زائد هنضرب الخمسة يبقى خمستاشر على تلاتة ناقص عشرة على تلاتة تاء ثاني الناس اللي تاهد في دي دربت الخمسة هنا ودربتها هنا كده والتلتاشر بقسمها تحت كل وحدة تمام يا أستاذ يبقى معنى كده أن سين زائد تاء صاد طلعت بتساوي خمستاشر على تلتاشر نائس عشر على تلتاشر تاء يعني السين بخمستاشر على تلتاشر والصاد بسالب عشرة على تلتاشر الاختبار الثاني على الدرس الأول والثاني أول لقطة فيه بتقول إذا كان جزر المعادلة متساويين يعني إيه جزر المعادلة متساويين يعني المميز اللي هو به تربيع نقص أربعة ألف جيم ده كان اسمه المميز بيساوي صفر ده ألف وده باء وده جيم هنشينا البقى ونحط قمتها مية أربعة واربعين اتناشر والستيني ناقص أربعة فيه ألف اللي هو باربعة فيه جيم اللي هي بجيم بتساوي صفر مية أربعة واربعين ناقص ستاشر جيم بتساوي صفر ومنها ستاشر جيم بتساوي مية أربعة واربعين ومنها الجيم بتساوي تسعة اللي هو الاختيار جيم إذا كان سين تساوي سالب واحد أحد أزريل معادلة سين تربيع ناقص ألف سين ناقص اتنين بتساوي صفر فإن ألف يعني إيه أحد الجزور يعني دق قيمة سين اللي هنا شيل السين وحط سالب واحد سالب واحد قص اتنين بواحد السالب في سالب بمجب هنا ألف ناقص اتنين بتساوي صفر ومنها الألف بتساوي واحد ناقص اتنين سالب واحد عن عديه يبقى بواحد الألف طلع بواحد إذا كان ألف بيساوي واحد زي الجزر اتنين تاق وباق بتساوي واحد ناقص جزر اتنين تاق فإن ألف في باق قص بالمجب وقص بالسالب هضربهم في بعض كنت بكتب اللي بالسالب وربع الأطراف بتاعته يبقى الناتج 1 ناقص 2 في سالب 1 يعني 1 زائد 2 بتساوي 3 اللي هو الاختيار دال إذا كان جزر المعادلة سين تربيع ناقص 6 سين زائد كاف حقيقيين مختلفين فإن كاف تنتمل إيه؟ عشان أقدر أقول إنهم حقيقيين مختلفين يبقى لازم المميز به تربيع ناقص 4 ألف في جيم أكتر من الصفر به تربيع بـ 36 ناقص 4 في ألف بواحد في جيم أكتر من الصفر 4 جيم أقل من الـ 36 عملنا إيه؟ جينا غيرنا الإشارات دي سالب 36 زائد 4 جيم أقل من الصفر إما بنغير الإشارة بنغير علامة التباين 4 جيم أقل من الـ 36 لما عدناها بإشارة مخلفة ومنها الجيم أقل من التسعة إيه اللي أقل من التسعة؟ سالب مالة نهاية دي مفتوحة يبقى من سالب مالة نهاية مفتوحة لتسعة مفتوحة اللي هو الاختيار ده ليه مفتوحة؟ عشان ما فيش هنا أو يساوي إذا كان جزر المعادلة ألف سين تربيع زائد بقى سين زائد جيم مركبان مترافقان فأين مما يأتي صحيح قلت له يا أستاذ عشان يكونوا مركبين يبقى لازم المميز يكون أقل من الصفر عشان يكونوا مترافقين كمان يبقى أقل من أو يساوي الصفر 2 زائد 2 تقصة 20 قلنا له أول حاجة نعملها ناخد 2 مشترك ونديها القصة 20 هو ينفع؟ آه ينفع طالما هتاخد مشترك ينفع وتدي له نفس القص عرفنا أنها مشترك عشان موجودة في كله هنجي يا أستاذ على القصة 20 ونقول ده ده عبارة عن 1 زائد تق كان قصة 2 قصة 10 هنفك القصة 2 ده ناخده برا كده نفكه 1 زائد تقصة 2 كنا بنقول الأول تربيع الأخير تربيع موجب شرط المنتصف الأول في الثاني في 2 2 تقصة تقصة تربيع بسلب 1 رحت مع الواحد بقى تصفيت القصة 2 تقصة يبقى الناتج 2 قصة 20 في دول كنوطهم طلعت بـ 2 تق 2 تق كان كلهم قصة 10 هنوزع القصة 10 عليهم يبقى 2 قصة 20 في 2 قصة 10 في تق قصة 10 كده دول بـ 2 قصة 30 لأن في حالة الضرب بجمع الأصص تق قصة 10 هشيل منها تق قصة 8 يتبقى تق قصة 2 اللي هي بسالب 1 يبقى الناتج سالب 2 قصة 30 لهو الاختيار دال اثبت أن جزري المعادلة غير حقيقيين قلنا له يا أستاذ غير حقيقيين يبقى المميز لازم يطلع أقل من الصفر تعال نحسبه بيتربيع 16 ناقص 4 في 3 في 5 تساوي 16 ناقص 60 بتساوي سالب 44 بما أن المميز أقل من الصفر إذن ليس لها جزور حقيقية ولها جزور مركبة طب احنا عايزين الجزور المركبة دي قلنا له نكتب لك القانون سين بتساوي سالب باء مجب أو سالب الجزري التربيعي لباء تربيع ناقص 4000 جيم جايبينها بسالب 44 على 2000 اللي 2 في 3 يبقى سين بتساوي 4 مجب أو سالب 2 جزر 11 على 6 طبعا كله يقبل الاسم على الاتنين تبقى السين بتساوي 2 مجب أو سالب جزر 11 على 3 دي كده مجموعة الحل ونحطها في مجموعة هتنكتب ازاي هناخد لتنين على الثلاثة مرة اتنين على الثلاثة زائد جزر 11 على الثلاثة واتنين على الثلاثة ناقص جزر 11 على الثلاثة هي دي كده مجموعة الحل اوجد قيم كافة التي تجعل للمعادلة جزرين مركبين وغير حقيقيين جزرين مركبين يعني المميز يكون اقل من الصفر بقى تربيع 16 ناقص 4 في ألف اللي هي كاف في جيم اللي هي 4 اقل من الصفر هنغير كل حاجة 16 كاف اللي هما 4 ف4 ناقص 16 اكتر من الصفر احنا غيرنا كل حاجة عشان المجهول قدامه سالب ومنها كاف اكتر من 16 واسمنا على ال16 دي بإشارة مخلفة واسمنا على دي الكاف اكتر من الواحد اللي اكتر من الواحد يبقى من واحد مفتوح لما لا نهاية اتمنى ان نكون ادر تفيدك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته